عدد من النصوص القانونية تتصدر جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخامس برباط وهكذا فقد تدرس المجلس مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمزاولة مهل تمريد والثاني بمزاولة مهنة القبلة كما تدرس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد مقادر وكيفية تخويل تعويض عن المهم والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى لتربية وتكوين والبحث العلمي فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بإحداث اللجنة الوزرية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية بعد ذلك انتقل مجلس الحكومة إلى مدرسة اتفاق بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك على مستوى المغرب الموقع بريباط في 24 شتنبر 14 و2000 مع مشروع قانون يوافق بمجيبه على الاتفاق المذكور قبل أن ينتقل المجلس في ختم أشغاله إلى مدرسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور اشتركوا في القناة